نرجع مرة تانية للجولة الأولى وخليني أسألك أسئلة سريعة المنتخب الأبرز من وجهة نظرك واللي بيقول أنه عنده القدرة على تحقيق البطولة من خلال أداءه في مباريات الجولة الأولى هو المنتخب الأبرز فنياً وتكتيكياً بالنسبة لي كان منتخب إيطاليا مش لازم يكون هو المرشح الأول لكن هو بالنسبة لي أفضل ظهور في الجولة الأولى الحصان الأسود من وجهة نظرك اللي قدم مستوى ما كانش متوقع في مطشط الجولة الأولى هو طبعاً مش هقول إن السلوفاكي هي الحصان الأسود للبطولة لكن يكفي فوزة في الجولة الأولى طبعاً على منتخب بولندا ده يديها يعني لقب الحصان الأسود على الأقل للجولة الأولى أكتر منتخب مخايب للأمال من وجهة نظرك؟ يعني ممكن أقول ألمانيا باعتبار إن هي خسرت على أرضها وما عملتش الظهور اللي المفترض تكون عليه ألمانيا في الجولة الأولى أفضل اللعبين أو أبرز اللعبين في الجولة الأولى؟ طبعاً فيه نجوم كتير تألقت لكن خليني أروح ليه يعني بعض الأسماء اللي ما كانتش سوبر ستارز وما كانش متوقع عليها الظهور طبعاً فيه كتير نجوم على رأسهم طبعاً كريستانو رونالدو هو نجم الجولة الأولى بس لو بنتكلم على بعض أسماء أنا عجبني مثلاً أليكساندر إزاك مهاجم السويد جداً في مباراته قدام إسبانيا عجبني باتريك شيك طبعاً اللي انتكلمت عنه بالمقدمة ودوره الكبير مع منتخب الشيك يمكن دول أبرز إسمين طبعاً يعني بشكل عام بالإضافة طبعاً إلى سبينا زولة ظهير إيطاليا فيه مفاجأة بالنسبة لك في الجولة الأولى؟ كنتائج لا يعني ممكن معظم النتائج متعقاة زي ما قلت لك فوس سلوفاكيا ممكن يكون مقبول فوس فنلندا طبعاً على الدنمارك لكن كانت صحبطه ظروف الخاصة بإيريكسن طبعاً فده ممكن يكون الظروف بتاعة المباراة خلت في الإدت لفنلندا يعني الأفضلين النفسية على الأقل على منتخب الدنمارك لكن بشكل عام يعني النتائج كانت مقبولة إزاي بتشوف قرارات اتحاد الأوروبي يعني بزيادة عدد المنتخبات؟ هل ده أضاف للمطولة ومن ناحية الفنية ومن ناحية الإصارة ومن ناحية المتعة؟ ولا شفنا مطشات يعني مش عايزة أقول ملهاش لازمة بس خالية من الإصارة مطشات رتيبة مطشات ممكن تبقى من طرف واحد بينت الفروق أكتر بين القوى العظمى في الكرة الأوروبية وبين الفرق اللي يمكن ملهاش تاريخ أو رصيد هي فكرة الزيادة هي سياسة بقت عند كل الاتحادات في العالم كله في كاس العالم أنا وصل 48 فريق أفريقيا تمت الزيادة زيادة عدد المنتخبات في كاس الأمم الأفريقية في أوروبا من البطولة اللي فاتت المنتخبات وصلة إلى 24 فهي الفكرة تسويقية وفكرة الانتشار يعني سياسة اقتصادية اقتصادية في المقام الأول لكن طبعا بتأثر على فنيات لأن الفوارق بتكون كبيرة بين المستوى الأول دلوقتي ما عادش مستوى أول ومستوى تاني بقى فيه مستوى أول ومستوى تالت يعني المعادلة الصعبة خلينا كلامك في فكرة المعادلة بين مسؤولية الاتحاد الأوروبي وده قياسا عليه كل الاتحادات تانية سواء الاتحادات القرية أو حتى الاتحادات المحلية ووصولا للاتحاد الدولي لكرة القدم فكرة انك انت تحافظ على قوة البطولة على مستوى المتعة والإثارة فيها في مقابل انك انت تحقق جدوى اقتصادية أنا فاهم طبعا لما العدد بيزيد في حقوق بس في دعاية في سبونسورز أكتر وبالتالي المرضود الاقتصادي بيبقى كبير تقدر من خلال زود الجوائز ترجمة نانسي قنقر